هل المشكلة يوجد خطأ على تطبيقك الخاص سنبشات؟ اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الضبط والإعدادات هنا ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول لأسفل ثم نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا للتطبيقات سوف نقوم بالنزول لأربحة عن تطبيق سنبشات في هذه النافذة الخاصة هنا ثم نضغط على سناب شارت ثم نأتي إلى نافذات معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنسل نضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذات مكان التخزين نضغط على مسحى البيانات ثم نضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإطفاء وتشغيل الواي فاي الخاص بك لكي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والتقط على السلايك والتعقل في فيديو آخر إن شاء الله